موسيقى مساء الخير قطع الرئيس سعد الحريري المسافات السياسية تجاوز خميس الاستشارات وأصبح على تخوم البيان الوزاري مطلقا عنوينه من قصر بعبدة عقب لقائه رئيس الجمهورية للمرة الأولى بعد تباعد تشرين اجتماع لساعة ونصف عام على المبادرة الفرنسية التي قال الحريري إنها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار وإعادة أعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت وبنص مكتوب تبت الحريري أن القوى السياسية جميعها لم يعد لديها الوقت لتضيعه لتضيعه على المهاترات وأن الانهيار الكبير يهدد الدولة بالزوال الكامل وبتعويم لمبادرة مكرون قال الحريري إن الحلول قائمة على تأليف حكومة اختصاصيين لا ينتمون إلى الأحزاب تقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد لا يتعدى الأشهر وهو كرر أن عدم وجود أحزاب في الحكومة هو لأشهر معدودة فقط أي إننا كأحزاب لن نموت وأبلغ الحريري رئيس الجمهورية أنه سيرسل وفدا للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسة للتأكد من أنها مازالت ملتزمة كليا بنود ورقة قصر الصنوبر بحضور الرئيس مكرون وبالتنفيذ السريع أوفد زعيم تيار المستقبل نفسه إلى عين التيني للقاء الرئيس نبيه بري وفرز وفدا آخر للجولة على المرجعيات وقوام هذا الوفد النواب بهي الحريري هادح بيش وسامير الجزر على أن تبدأ طلائع الزيارات من الشمال مع رئيس تيار المردة سليمين فرنجي وقد خرج الحريري من اجتماع عين التيني مطمئنا إلى موافقة بري على البنود الإصلاحية في المبادرة واستشارات سعد الحريري السياسية التي استبقت الاستشارات الملزمة في بعبدة جاءت لنزع سلاح رئيس الجمهورية ميشيل عون في التكليف والتأليف وهو في الوقت نفسه تضع الزعماء وقيادات الأحزاب على المحك فهل هناك من سيغامر ويجرؤ على الرفض وإذا فعل ألا يصبح مجرما بشهادة رسمية أمام المجتمع الدولي والشعب اللبناني على حد سواء والأجوبة المرتقبة على حكومة الحرير المختصة بالإنقاذ تبدأ من الليلة بكلام لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الجديد مع الزميلة نانسي السبع بعد هذه النشرة وتطلق الجديد في موازات الحوار هاشتاج جنبلاط يريد على تويتر أما مواقف الكتل والأحزاب فينتظر أن تستكمل قبل طلوع ضوء الخميس وإذا كانت الكتل السياسية تتنازع على التسميات الوزارية والحقائب والتمثيل والجهة المخولة التسمية فإن الحل هو في إسناد المهمة إلى مختصين لتعيين اختصاصيين والمخرج الأكثر ضمانا سيكون في اعتماد آلية للتعيينات الوزارية قوامها لجنة موقعة خارج عن التمثيل الحزبي وقد تتألف من رؤساء مجالس وقضاة كرئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين وشهور الدولة والدستوري وغيرهم ممن لا يتولون الشأن السياسي تطلب هذه اللجنة السيارة الذاتية من المؤهلين للوزارة تتسلم الطلبات وتدرسها وتفرزها لتضع علامات عليها قبل أن تقترح توزيع الأسماء على الوزارات كل بحسب اقتصاصه وتبعا لمعدلات المرشحين ترفع هذه الأسماء إلى اجتماع تحضره اللجنة مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ويجري إطلاع الرأي العام على النتائج طبقا لقانون حق الوصول إلى المعلومة هذه الآلية من شأنها استبعاد أدوار الأشباح السياسية على أن يتعهد الوزراء بإتمام المهمة ومن بعدها الاستقالة في مهلة الستة أو الثمانية أشهر ويعطى لمجلس النواب حق نزع الثقة أو التمديد لهم بمعيار نجاحهم في المهمة وهذا الترسيم هو الذي يضع حدودا للأحزاب والسياسيين ويقيم خطا أزرق وآخر أحمر أمام تدخلاتهم ليحصر التفاوض بين أيدي أصحاب الكفاءة ترجمة نانسي قنقر